السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان الاستمرارية اليونانية الرابط الأكثر وضوحا بين الإغريق القدماء والمعاصرين هو لغتهم والتي لديها تقليد موثق من القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأقل حتى يومنا هذا وإن كان ذلك مع استراحة خلال العصور المظلمة اليونانية وهم القرنان الثامن عشر والثامن عشر قبل الميلاد على الرغم من أن نظام الكتابة المقطعية القبرصي كان ما يزال يستخدم خلال هذه الفترة ويقارن العلماء مدى استمرارية تقليدها مع الصينيين وحدهم ومنذ نشأتها كانت الهيلينية في المقام الأول مسألة ثقافة مشتركة والاستمرارية الوطنية للعالم اليوناني أكثر ثقة بكثير من الديمغرافيتها ومع ذلك تجسد الهيلينية أيضا بعدا موروثا من خلال جوانب الأدب الآثيني التي تطور وأثر على أفكار النسب والسلف استنادا إلى السرد الذاتي وخلال السنوات الأخيرة من عصر الإمبراطورية الرومانية الشرقية شهدت مناطق مثل أيونية والقسطنطينية إحياءا هيلينيا في اللغة والفلسفة والأدب وعلى نماذج كلاسيكية للفكر والعلم هذه النهضة قدمت زخما قويا للإحساس الثقافي باليونان القديمة وتراثها الكلاسيكي وعلى مدار تاريخهم احتفظ اليونانيون بلغتهم وأبجديتهم وبعض القيم والتقاليد الثقافية والعادات والشعور بالفوارق الدينية والثقافية واستبعادها لاستخدام كلمة البرابرة من قبل المورخة آنا كومينيا من القرن الثاني عشر لوصف المتحدثين غير اليونانيين وكأحساس بالهوية اليونانية والحس المشترك للعرق على الرغم من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي لا يمكن إنكارها في الألفيتين الماضيتين وفي الدراسات الإنثروبولوجية الحديثة تم تحليل عينات عظيمة يونانية قديمة وحديثة توضح وجود صلة جينية بايولوجية واستمرارية مشتركة بين المجموعتين هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون أفادتكم ونالت إعجابكم كان عنوان الحلقة هي الاستمرارية اليونانية